اشتركوا في القناة في أي اتجاه أريد أن أذهب في حياتي وبالطبع تعذيب حركة حماس لأفرادها في داخل السجن وغباؤهم وكسورهم السياسي دفعني لأن أتحدث بصوت حال هل تقول بأن رؤيتك للإسلام أو ما تقول بأنه إسلام حماس هو الذي حملك على التعاون مع الإسرائيليين هذا انسى موضوع المسيحية من قال لك أن هناك إسلام حماس وإسلام هذا ما تقول أنت وإسلام القاعدة لا أنا لا أقول هذا أنا أقول أن الإسلام هو الإسلام والقرآن هو القرآن والقرآن منفصم في الشخصية وإله الإسلام منفصم في الشخصية فكل المسلمين الذين يتبعون إله الإسلام الكل يفسر الإسلام حسب مزاجه ولكن هذا لا يلغي الشخصية الإسلام الإرهابي القاتل الذي يحض الناس على القتل وعلى تفجير أنفسهم في القرآن. أين يدعو الإرهاب للقرآن؟ نعم. اذهب إلى صورة التوبة. الآية الخامسة والآية التسعة والعشرون. المشكلة أن المسلمون لا يفهمون دينهم. أنا أدعو المسلمين أن يقرأوا قرآنهم وأن يفهموا قرآنهم أولاً قبل أن يقولوا أن الإسلام هو دينه. سلام ودين رحمة. إله الإسلام. شخصية إله الإسلام تدعو إلى القتل. إلى قتل كل شخص غير مسلم. إله الإسلام يدعو إلى قتل اليوم. دعني أقول لك. ألا توافق على أن الإسلام يعترف بالأديان الأخرى ويبجل السيد المسيح وكذلك يعترف باليهودية. ما إلى ذلك. تعترف أو لا تعترف بهذا الكلام؟ هناك بعض الأراء الضعيفة لبعض المفكرين الإسلاميين وهم لا يجدديهم سلطة أعلى من سلطة إله الإسلام الذي قال أقتلوا أهل الكتاب في كل مكان تجدون. كيف تقول أنا؟ هل قال أقتلوا أهل الكتاب؟ فاقتلوا أهل المشركين حيث وجدتموهم اقرأ صورة براءة. أهل الكتاب ليس مشركين أليس كذلك؟ تريد أن تجادلني؟ دعنانا تجادل. الآن هل محمد يمثل المثل الأعلى للمسلمين أم لا؟ محمد نبي الإسلام أنت ماذا تعتقد؟ هل قتل محمد؟ هل قتل محمد؟ يهود خيبر أم لا؟ كلي لماذا التحريف؟ يجب أن يكون المسلمون صريحين مع أنفسهم ومع العالم. محمد المثل الأعلى للمسلمين قتل يهود خيبر وقتل يهود بني الكريدة وبني النظير وقتل نساءهم وسبا وقتل أطفالهم وسبا نساءهم. هذا هو المثل الأعلى للمسلمين. أنت مشكلتك مع التاريخ وليس مشكلتك مع الحاضر إذن؟ أنا مشكلتي مع محمد ومع إله الإسلام. هذا النبي الخذاب. المسلمون ليسوا إرهابيين بالفطرة أو بالطبيعة. هم لديهم أخلاق من أفضل الشعوب حسب رأيي. ولكن إن بقي المسلمون يعطون غطاء للإرهابيين وإن بقي المسلمون يبجلون ويحترمون هذا الإرهابي الذي يفجر نفسه ويقتل أطفالهم. والدي شريك. إسرائيل انتهجت نهج عنيف وقتلت أناسا أبرياء وقتلت أناسا بسبب وبدون سبب. ولكن هناك أخطاء. وكل دولة على وجه الأرض لديها أخطاء. إسرائيل ليست الوحيدة. ولكن الذي يفرق بين إسرائيل وحرك حماس أن إسرائيل. سيد مصعب. يعني عندما ترتكب إسرائيل أخطاء. كما تقول. عندما تقتل أبرياء هذا خطأ. ولكن عندما الآخرون يقتلون أبرياء ليس خطأ. أقول أن القتل هو خطأ مهما كان هذا الطرف. ولكن حركة حماس لم يكن لديها مبادئ وقوانين وحدود. إسرائيل هي دولة مرتبطة بالقانون ومرتبطة بالدستور. وحتى لو كان هناك إنسان عنصري في داخل دولة إسرائيل. أعطيني مثلا لشخصية واحدة في حركة حماس خوكمة. من وجهة نظري إن طبق الإسلام بشكل صحيح. سيتم تدمير كل العالم الإسلامي والعربي. وسيتم تدمير العالم. إن طبق الإسلام بشكل صحيح. لأن كل مسلم سيصبح كائب اللادث. أنا أقول أن المسيحيين مضطهدين بشكل أساسي منذ 14 قرن. ليس من المسلمين. من إله الإسلام. الاضطهاد يبدأ في القرآن ويبدأ حسب تصرف نبيل الإسلام.